اشتركوا في القناة افراد عصابة دوتش من اول عضو الى اخر عضو طبعا معاييرنا رح تكون كالتالي من الاسوأ الى الافضل من الاقل تأثير الى الاقوى تأثير في قصة اللعبة وايضا على حسب حب اللاعبين لهذه الشخصية فيلا نخش في المقطع طيب نبدأ في المرتبة الاربع وعشرين رح تكون مولي اوشي مولي اوشي من الشخصيات القليلة جدا اللي دورها في القصة كان غير واضح اطلاقا حرفيا ما نعرف هل هي حبيبة دوتش او صديقته او فقط هي انضمت للعصابة من اجل تجربة طريقة العيش هذه اضافة الى ذلك شخصية مولي اوشي مغرورة جدا وتشوف نفسها افضل من الكل لذلك تم تصنيفها في المرتبة الاربع وعشرين في المرتبة الثلاثة وعشرين رح يكون كيرين دوفي كيرين دوفي تم القبض عليه من قبل العصابة على اساس انه من الارد ريسكل والعصابة كانوا فقط تستخدمونه من اجل الاستجواب ومعرفة المعلومات السرية عن عصابة الارد ريسكل يعني شخصية مهمشة جدا لاحقا تكتشف العصابة انه كيرين دوفي مو من عصابة الارد ريسكل لكن تهميش الشخصية لا زال مستمر حتى بدوره الجديد في عصابة دوتش تتم معاملته كخادم فقط ينظف المخيم ينظف الاحصنة وغيره من هذه الاشياء لذلك هو في المرتبة الثلاثة وعشرين اثنين وعشرين رح يكون خافير سكويلا ولد المكسيك الاسطوري خافير شخصية جدا جدا قوية في الجزء الاول من ريد ريدمشن لكن دوره كان جدا جدا ضعيف ريد ريدمشن 2 يكاد لا يذكر ابدا خافير ما كان له تأثير جدا جدا قوي على مسار القصة فقط بعض المهمات البسيطة اللي يروح فيها مثلا يكتل عصابة معينة او يسرق شي معين ما كان له تأثير قوي جدا اللي يحرك مسار القصة مع ذلك شخصية خافير سكويلا تبقى شخصية اسطورية واحد افضل الشخصيات في السلسلة واحد عشرين كيرين جونز كيرين من الشخصيات الرهيبة والمفعمة بالطاقة والحيوية وبالنسبة لي انا صراحة كيرين جونز هي افضل شخصية نسائية في اللعبة خطتها جهنمية عقل مدبر قوي جدا لأي سرقة بل انه كيرين هي الشخصية الوحيدة في العصابة اللي سرقت بنك بطريقة ناجحة وبالنسبة 100% وأرباح قوية دوتش ما قدر يسويها يا جماعة عشرين ابيقيل روبرتس ابيقيل صراحة شخصية غير واضحة احيانا تكون الافضل والمثالية واحيانا تكون الاسوأ والاسوأ طبعا روكستار كتبت شخصية ابيقيل بشكل ممتاز وساقتها بشكل جيد جدا ام لابن ومرتبطة بشخص مهمل جون مورستين لكنها كافحت طوال القصة والزمن لحد ما قدرت نوعا ما انها تغير جون مورستين وقدرت تنجو من معمعة العصابة ومن قروشة العصابة وانها قدرت ايضا تبدأ حياة جديدة ايضا لا تنسون انه ابيقيل ايضا كان لها دور مهم جدا في مسار القصة 19 رح يكون شون مقواير شخصية شون مقواير مريحة جدا وشاب طموح لطالما كان يبحث عن الخير للكل وكان نوعا ما مهتم للعصابة لكن زي ما تعرفون كان جدا جدا متهور وتهوروا في عدة مرات كان رح يجيبوا ورا وراح يقتلوا شون مقواير تأثيره نوعا ما على القصة كان ضئيل لكن شخصيته كان رهيبة لذلك حطيناه في المرتبة رقم 19 18 جاك مورستين جاك مورستين من الشخصيات اللي تحزني صراحة ومن الشخصيات اللي وضعها مأساوي في ردود ريدمشين 2 تخيل انك في مكان هذا الولد الصغير وتكون حياتك دايما معرضة للخطر واغلب اوقاتك وانت خايف اغلب اوقاتك قاعد تتقل من مكان الى اخر وانت خايف وتسمع اصوات اطلاق نار اقل شي ممكن توفره لأي طفل في هذا العالم هو مكان امن يعيش فيه هذا اقل شي جاك مورستين ابدا لم يتوفر له هذا الشيء 17 ريفريند سوانسون شخص متدين اغلب وقته سكران ما ادري كيف تيجي مع بعض هالبعض سوانسون عالى على العصابة دايما كان ما يسرق من خزانة المخيم سوانسون كان يستغل منصبه كشخص دين في الهرب من مشاكله ويستغل منصبه في عدة اشياء لكن سوانسون كانت له بعض المهمات الرئيسية لذلك تم تصنيفه في المرتبة السبتعشر 16 تيلي جاكسون تيلي بدأت كشخصية فرعية جدا ما لها اي لزمة لكن تطور شخصية تيلي جاكسون كان جدا جدا ملحوظ وعن طريق عدة مهمات رئيسية وعن طريق عدة قصص وكاتسينز عرفنا عن تيلي جاكسون الكثير وعرفنا عن قصتها السابقة ايضا لا تنسون ان تيلي جاكسون كان لها دور كبير جدا في القصة ومسار القصة هي من انقذت جاك مورستين وايضا ابيغيل روبرتس شخصية جدا جدا رهيبة وتطورها كان جدا ملحوظ وايضا شخصيتها وهير بيرسنالتي كان جدا جدا رهيب وطيب وحنون لذلك تم تصنيفها في المرتبة 16 15 مستر بيرسن مستر بيرسن شخصية مهمة جدا للمخيم لانه بكل بساطة يطبخ الاكل وبدون الاكل ولا احد يقدر يعيش لكن مستر بيرسن ابدا ابدا ما كان له تهثير في القصة لكن اهمية عمله وطبخه للاكل لذلك حنا وضعناه في المرتبة 15 14 ميري بيث ميري بيث من الشخصيات القليلة جدا اللي فعلا قلبها طيب وحبوبة ميري بيث كانت فعلا الشخصية اللي تواسي ارثر مورغين وتشجعه وتبعد عنه الهموم والضغوط واحيانا يعني ارثر مورغين يجي عندها يفضفظ ويعني يشكي همومه حب ميري بيث للقراءة والكتابة من بداية القصة نفعها بشكل واضح وكبير جدا واصبحت من اكبر الكتاب في العالم الغربي 13 بيل ويليمسون الجحش بيل ويليمسون من الشخصيات اللي خربها الغباء الزايد والولاء الاعمى وانه يمشي على عماها وبدون اي سبب ويليمسون يعني يفتقد للحنكة والذكاء تماما بل انه حتى دوتش وجميع افراد العصابة يعترفون بهذا الشيء ابدا ابدا ما يشيلون بيل ويليمسون في مهمة تحتاج الذكاء والحنكة والتخطيط ابدا ما يجيبونه فقط يجيبون بيل ويليمسون اذا كانت في مهمة فيها قتال ولخبطة وشغب وغيرها 12 جوزايا ترلوني السترينج مان جوزايا من الشخصيات المهمة جدا في القصة رغم تواجده جوزايا كان جزء كبير من مسار القصة يعني جميع مهماته كانت اسطورية وجميعها جلبت المنفع للعصابة من ناحية فلوس ومن ناحية استرجاع مثلا شون مكواير طبعا دوتش يحب جوزايا لانه دائما دائما يملك خطة always have a plan ودائما يعرف كيف يتصرف في المواقف الصعبة لذلك تم وضع جوزايا ترلوني في المرتبة الاثنى عشر 11- ليوبولد ستراوس الدجاجة ليوبولد من الشخصيات القذرة في اللعبة صحيح هو ذكي صحيح هو جينيس لكن استغل ذكاؤه في الشيء الخطأ 10- خوسيا ماثيوز القائد الفعلي للعصابة خوسيا ماثيوز مع دوتش فندرليند هم المؤسسين للعصابة والحجر الأساسي لها خوسيا ذكاء وحنكة وحكمة وتخطيط لهبي بالنسبة لي انا صراحة اشوف نجاح العصابة كان بسبب خوسيا ماثيوز حرفيا نقدر نوصف خوسيا ماثيوز بالعمود الفقري للعصابة 9- تشارلز سميث تشارلز المحزم المليان هو الشخص اللي تحصله في كل مكان رائع فزعات ومساعدات وفعلا تشارلز سميث كان صديق للكل تقريبا معادة الشخصيات السيئة طبعا تشارلز شخصية مرموقة وطيبة وحكيمة ولطالما كان يوقف مع الحق والصح مهما كان الشخص القدامه بكل بساطة رجل كألف 8- ليني سامرز ليني من الشخصيات المخضربة والرهيبة واللي على طول تنحب ليني عنده مهمة جدا رهيبة واحدة من افضل المهمات في اللعبة هي مهمة بار الفالنتاين احلى سكرة مع ارثر مورغن صراحة ان المهمة كانت جدا جدا رهيبة ومضحكة وايضا لا ننسى انه ليني من الشخصيات اللي يمتلك ذكاء وهدوء مميز يستطيع فيها التخطيط والقيام بالمهمة وفق الخطة المرسومة 7- ميس كريمشو شخصية جدا جدا مهمة وقيادية شخصية لو بيدي انا راح احطها مع دوتش وخوسيا ماثيوز في اساس العصابة ومكتشفيها فعلا هي القائدة الفعلية للعصابة من داخل المخيم الكل يحترمها الكل يسمع كلامها بكلمة وحدة الجميع يقوم ويعمل اضافة الى روحها القيادية العالية سادسا مايكا بيل الحنش شوفوا مايكا بيل صحنا نكره لكن صراحة شخصية مايكا بيل هي افضل شخصية تم كتابتها وصنعها في اللعبة شخصية متكاملة من جميع النواحي ومن جميع نقاطها شخصية تم تكريسها وصنعها بشكل صحيح جدا عشان ترفع ضغط اللاعبين وصراحة طريقة حوار مايكا بيل وطريقة كلامه والحوارات اللي قدمها وطريقة حركته يعني جدا جدا متقنة وتناسب شخصيته وهذا يحسب للكتاب وايضا يحسب لمؤدي شخصية مايكا بيل ادى اداء عظيم جدا وصلع لنا هذه الشخصية الرهيبة صح ان نكرهه لكن لازم تحترم العمل وتحترم الشخصية اللي قدمها طبعا حطيناه في المركز السادس عشان تأثيره الكبير جدا في القصة واللي كلكم تعرفونه خامسا انكل انكل صحيح فترة ارثر مورغين ما كان له تأثير كبير جدا لكن مع جون مورستين كان له دور كبير وكبير جدا لو لا انكل جون مورستين كان ما بنى البيت ولا المزرعة اللي في بيتشارز هوب يعني حرفيا انكل علم جون مورستين كيف يطور وكيف يعيش في منزل ومزرعة ويعيش بهذه الطريقة الحديثة طبعا نقدر ننخص انكل في الكلمات التالية دائما سكران اجي العمل اليوم الى الغد ونام وارتاح رابعا سيدي ادلر سيدي ادلر من الشخصيات اللي تطورها كان جدا جدا عجيب وواضح بدأت كامرأة ارملة لا تعلم اي حاجة ولا تعلم كيف تستخدم السلاح وانتهت بامرأة قوية جدا لا تهاب الموت عدمت واخفت اصابة كاملة دمرت اصابة الوردريسكل بالكامل طبعا دور سيدي ادلر في القصة كان جدا جدا واضح واحدة من افضل الشخصيات في السلسلة ثالثا جون مورستن البطل المغوار جون مورستن ايضا شخصية اسطورية تطورت بشكل جميل وتدريجي بداية اللعبة والقصة كان شخص سيء واب سيء بل انه وصل لدرجة انه تخلى عن ابنه وما يبغى ابنه ابدا طبعا جون مورستن تدريجيا بدأ في التطور والتحسن وتدريجيا بدأ بتكوين شخصيته ولاحقا اصبح جون مورستن اللي نعرفه ونحبه في الجزء الاول من اللعبة ثانيا ارثر مورغين الاسطورة صراحة ما ادري كيف اوصف ارثر مورغين لكن ارثر هو افضل بطل في سلسلة ريد دي دي ديمشن ارثر مورغين شخصية واقعية جدا ويعمل بالاسباب ومحب للجميع وكان يهتم بجميع افراد العصابة من اولهم الى اخرهم من افضلهم الى اسوأهم وفي المرتبة الاولى رح يكون دوتش فندرلينز اكثر شخصية معقدة وصعب تفهم مبتغاها صحيح هو قائد صحيح هو هيبة صحيح هو حق المدبر وخطته جهنمية جميع افراد العصابة او المهمين منهم كانوا يقولون لدوتش ترى معانا فلوس كافية ليش ما نترك هذه الحياة الاجرامية ونبدأ حياة جديدة وكل واحد في حاله دوتش ما كان واضح ابدا كان يقول نحتاج المزيد من المال نحتاج المزيد من المال وهذا الشي دمر العصابة بالكامل ما ادري صراحة هل دوتش كان يستغل العصابة او انه فعلا كنا نحتاج مال طبعا 42 الف دولار هي المبلغ اللي جمعوا دوتش 10 الف دولار كانت كافية انه العصابة باكملها تبدأ حياة جديدة ما ادري صراحة ايش دوتش كان يبغى شخصية صعبة جدا طبعا حطيناه في المركز الاول لانه صاحب التأثير الاكبر على القصة وعلى العصابة طيب يا الهبيين ابغاكم تشاركوني في خانة التعليقات ايش افضل خمسة شخصيات بالنسبة لكم طيب كذا اصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هدى الان يدمر لكم الجبهة يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة